ما أريد فعله في هذا الفيديو هو البدء بنقطة لا تقع على المستوى أو لا تقع بالضرورة في المستوى لنرسم نقطة هنا بالضبط ولنقول أن إحداثيات النقطة هي X0, Y0, Z0 أو يمكن التعبير عن كم متجه موضع بإمكان رسم متجه الموضع هكذا إذن متجه الموضع لنرسم خطاً منقطاً أكثر وضوحاً يبدو متجه الموضع هكذا X0, I زائد Y0, J زائد Z0, K والذي يحدد مكان الإحداثيات I, J, K ما أريد فعله هو إيجاد المسافة بين النقطة والمستوى ومن الواضح قد تكون هناك عدد من المسافات بإمكاني إيجاد المسافة بين هذه النقطة وتلك أو تلك أو تلك لكن ما أقصده بالمسافة هي المسافة الأقصر بين النقطة والمستوى والمسافة الأقصر هي المسافة العمودية بين النقطة والمستوى أو المسافة المتعامدة مع المستوى آمن رؤية ذلك بالرسم بينما نحاول حساب المسافة إذن أولاً لنفرض متجهاً بين هذه النقطة والواقعة خارج المستوى ونقطة أخرى تقع بالفعل على المستوى لدينا بالفعل نقطة محددة من الفيديو الأخير النقطة الواقعة على المستوى XB, YB, ZB لنكتب متجها سأرسمه باللون البرتغالي يبدو هذا المتجه من المستوى تقع نهاية المتجه في المستوى ويمتد خارجا من إلى الموقع هذا ZOYOXO كيف نستطيع تحديد هذا المتجه هنا؟ حسنا المتجه لنسمي المتجه برمز لم أستخدمه من قبل لنرسم المتجه F سيكون المتجه F عبارة عن متجه الموضع الملون بالأصفر ناقص متجه الموضع أخضر اللون بحيث سيكون عبارة عن المركبة X تساوي فرق المركبتين في المحور X وكذلك بالنسبة لY وZ مركبة X تساوي X0 ناقص XB مضروبة في متجه الوحدة I زائد مركبة Y تساوي Y0 ناقص YB مضروبة في متجه الوحدة G زائد مركبة Z تساوي Z0 ناقص ZB مضروبة في متجه الوحدة K كل شيء جيد حتى اللحظة كان هذا عبارة عن متجه يخرج من المتجه باتجاه النقطة هذه وما أريد إيجاده الآن هو المسافة نريد إيجاد المسافة هذه المرسومة بالأصفر تلك المسافة التي إذا أخذنا خطا عموديا عليها خارجا من المستوى فمن الأكيد أن تذهب اتجاه النقطة ستكون هذه المسافة الأقصر بل يمكننا تميز ذلك بالنظر ذلك لأنك لو نظرت إليها يمكنك بالتأكيد تشكيل مثلثا قائم الزاوية إذن هذه هي قاعدة المثلث وواقع على امتداد المستوى إن هذا الضلع عمودي على المستوى بالتالي هذا بالفعل زاوية قائمة كما ترى إذا أخذنا أي نقطة أخرى في المستوى سوف تشكل قطر مثلث قائم ومن الواضح أن أقصر مسافة عن المستوى ستكون عبارة عن المتجه هذه والواقعة مقابل القطر دائما ما سيكون الضلع هذا أقصر من الآخر بالتالي علما أننا نعلم هذا المتجه كيف نستطيع إيجاد الطول هذا والمرسوم باللون الأزرق حسنا يمكننا إيجاد طول المتجه بالتالي طول ضلع المتجه هذا يساوي طول المتجه F هذا يعطينا طول الضلع هذا باللون الأزرق حسنا يمكننا التفكير حولها بطريقة لقد أصبحت الكتابة تبدو أصغر إذا كانت هذه زاوية ما رمزها ثيتا يمكننا الوصول للحل من خلال خطوات مباشرة بالاعتماد على هندسة المثلثات إذا كانت المسافة المراد إيجادها D يمكنك القول أن جيب تمام الزاوية ثيتا يساوي طول الضلع المجاور مقسوما على الوتر بطريقة أخرى الضلع المجاور تساوي D على الوتر وهو طول المتجه F أو نقول أن طول المتجه F ضرب جيب تمام ثيتا ضرب كلا الطرفين بطول المتجه F يساوي D حسنا قد تقول نعلم ما هو المتجه F يمكننا أن نوجده كذلك نستطيع إيجاد طول المتجه لكن لا نعلم ما قيمة الزاوية ثيتا ما هي طريقة إيجاد الزاوية ثيتا كي نقوم بذلك لنفكر قليلا هذه هي الزاوية ثيتا ليس من الضروري أن تكون المسافة هذه نفس طول الضلع العمودي لكن من المؤكد أنها تمتد في نفس الاتجاه بالتالي هذه الزاوية هي نفس الزاوية الواقعة بين هذا المتجه باللون البرتغالي والمتجه العمودي وبالتالي قد تتذكر من مواضيع سابقة في الجبر الخطي عندما تكلمنا عن الضرب القياسي حيث تتضمن شيئا ما حول جيب التمام لتزاوية بينهما كي نستذكر ذلك لنقسم ونضرب كلتا الجهتين لنضرب ثم نقسم الجانب الأيصر من المعادلة على طول المتجه العمودي بالتالي ومن الواضح أنني لن أغير قيمتها حيث أقوم بالضرب والقسمة على نفس الرقم سأضرب في طول المتجه العمودي ثم أقسم على طول المتجه العمودي بالتالي كل ما أقوم به هو الضرب في واحد لم أغير أي من هذه القيم هل تذكرت هذه المعادلة بشيء ما؟ هذه المعادلة عبارة عن الضرب القياسي للمتجه العمودي إنها عملية ضرب N في F والناتج هو حاصل ضرب طولهما في جيب تمام الزاوية الواقعة بينهما إذن المسافة الأقصر بين النقطة والمستوى التي نريد إيجادها هي ناتج عملية الضرب القياسي بين المتجه العمودي مقسوما على طول المتجه العمودي لنقم بذلك لنجد حاصل الضرب القياسي بين المتجه العمودي والمتجه F وقد أوجدنا المتجه العمودي مسبقا في الفيديو الأخير إذا كانت لديك معادلة المستوى الخاصة فمركبات المتجه العمودي ستكون حرفيا عبارة عن معاملات في المحاور ZYX إذن هذا هو المتجه العمودي هنا لنجد عملية الضرب القياسي N في F يساوي سأكتبها باللون الزهري A ضرب X0 ناقص A ضرب XB زائد B ضرب المركبة في محور Y بالتالي زائد B في Y0 سأوزع ال B فحسب ناقص B ضرب YB زائد سأستخدم العون مغيرا زائد C ضرب Z0 ناقص C ضرب ZB وكل ما سبق مقسوما على طول المتجه العمودي ماذا يساوي طول المتجه العمودي؟ يساوي الجذر التربيعي لحاصل الضرب القياسي للمتجه في نفسه بالتالي هذه عبارة عن كل من هذه المركبات مربعة ومضافة معا ومن ثم توجد الجذر التربيعي للمجموعة كاملا إذن تساوي الجذر التربيعي للمقدار A تربيع زائد B تربيع زائد C تربيع الآن كيف يمكن تبسيط هذا المقدار؟ لنعيد كتابتها حيث أن هذا المقدار ككل هو المسافة التي نحاول إيجادها لنرى إذا كان ممكن تبسيط هذا المقدار بالتالي أولا نأخذ كافة القيم والتي تحتوي X0 النقطة الواقعة خارج المستوى وتذكر أن Z0 Y0 X0 تقع خارج المستوى حسنا لنكتب AX0 زائد BY0 زائد CZ0 من ثم ماذا تساوي هذه القيم؟ تساوي AXP سالب AXP ناقص BYP ناقص CZP وإذا كنت تتذكر D موجودة في معادلة المستوى D عندما بدأنا في الفيديو الأخير عندما حاولنا إيجاد المتجه العمودية على المستوى ذكرنا أن D هي النقطة هذه XP والتي تقع على المستوى D هي AXP زائد BYP زائد CZP أو طريقة أخرى لقول ذلك هي سالب D تساوي سالب A بالتالي سالب D تساوي سالب AXP ناقص BYP ناقص CZP إنني أستخدم ما تعلمنا في الفيديو السابق وبالتالي قيمة D تساوي سالب AXP ناقص BYP ناقص CZP وهو جزء من المقدار الموجود لدينا هنا في معادلة الضرب القياسي N في F إذن نستطيع استبدال هذه القيم بD وأتذكر سالب D بالحروف الكبيرة آتت من معادلة المستوى ولا ترمز إلى المسافة D المكتوبة بالحروف الصغيرة بالتالي هذه بسط المسافة بينما مقام المسافة هو الجذر التربعي أي تربيع زائد B تربيع زائد C تربيع وها قد انتهينا هذا يخبرنا بالمسافة بين أي نقطة والمستوى هذه صيغة رياضية حقيقية سأعطيك مثالا إذا كان لدي المستوى والذي معادلته 1X ناقص 2Y زائد 3Z يسعوي 5 ولنختار نقطة لا تقع على هذا المستوى لنقل أن أحداثيات النقطة هذه 2 3 1 سأحرص على أن لا تقع في المستوى وذلك من خلال التأكد أن هذه القيم لا تحقق معادلة المستوى هذه بالتأكيد لا تقع على المستوى لأنه لدينا 2 ناقص 6 زائد 3 يساوي سالب 1 لا تساوي 5 بالتالي هذه بالفعل لا تقع في المستوى يمكننا إيجاد المسافة بين النقطة والمستوى باستخدام السيق التي قمنا باشتقيقها هنا لنقم بتعويض عن القيم في المعادلة كما يلي 1 ضرب 2 ناقص 2 ضرب قيمة المتغير التي سنعوضها فيما بعد زائد 3 ضرب قيمة المتغير التي سنعوضها فيما بعد ناقص 5 والكل يساوي لم أضع المتغيرات هذه سأقوم بذلك الآن 1 ضرب 2 ناقص 2 ضرب 3 زائد 3 ضرب 1 ناقص 5 وضعتها في الجانب ليسر كل ذلك المقدار على الجدر التربعي لواحد تربيع يساوي 1 زائد سالب 2 تربيع وتساوي 4 زائد مربع 3 تسعة الكل يساوي 2 ناقص 6 أو سالب 6 زائد 3 ناقص 5 إذن هذه 5 ومن ثم 2 زائد 3 تساوي 5 إذن سالب 5 زائد 5 يساوي 0 كلتا هاتين تلغيان الأخرى إذن الناتج يساوي سالب 6 على جذر 5 زائد 9 تساوي 14 إذن الناتج يساوي سالب 6 على جذر 14 وها قد انتهينا لذا أمل أن تكون قد وجدت ذلك مفيدا ويمكنك تطبيق ذلك على مثال آخر اشتركوا في القناة